أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عمر الدكتور عمر الورداني اتقدمت البنت وشفتها واماها طلبت مني 3000 جنيه ومباقي الهدية وسألت عليها ما لقيتش لها أصل ولا فصل مع احتفاء ما تحفظي طبعا على العبارة لكن دي السؤال وصلنا بهذه السياة هو بيسألني وكانه هو قال لي ما عليش السؤال اللي هو بيقوله ايه هو السؤال اللي بيقوله في النهاية وكانه بيسألني ينفع كمل الجوازة ولا انا اقول لك انت مش هتكمل الجوازة بس مش عشان هم فعلا ما عندهمش أصل ولا ان الطلبات بتاعتهم مش مبالغ فيها او شيء من هذا القبيل لا لان خلاص انت رأيك فيهم ما يصلحش ان دولا يكونوا امتدادك الأسري فالمشكلة فيك انت مش فيهم هم دلوقتي لان انا مش عادر اتكلم على الناس ما عرفهمش لكن انت العبارة الاخيرة اللي انا تحفظت عليها دي تبين ان انت خلاص ما بقاش انت عندك قبول لهذه الاسرة واضن ان انت مبقاش عندك قبول لهذه الاسرة لان انت وكأنهم اثاروا عندك شيء في مخيلتك انا بنصح لو انت كنت سألتني قبل ما تكون الفكرة دي كنت هنصحك بانك انت تشيل السورة الذهنية اللي عندك انت شفتهم وكأنهم مش عايزين بنتهم تتجاوز لكن انت عايزين يعملوا نوع من انواع المكسب من هذه الزيجة وخاصة لما ارتبطت الفلوس بالموبايل ايه الرابط الرابط ان فيه ناس عايزين يحصلوا مصلحة من جواز بنتهم شخصية ليهم وهم اما وانه احنا وصلنا لهذا المستوى او لهذه الدرجة فما ازنش ان دوت من المناسب ان الخطوبة دي تكتمل عشان خلاص انت بقت الصورة اللي عندك ان الناس ديت عايزة تستغلك فما ازنش ان دوت مناسب جدا جدا لان احنا بنقول ان امت الخطوبة بتتم لما يحصل ثقة متبادلة ولو سمحت ارجع لحلقة الحلقة اللي احنا اتكلمنا فيها عن ازاي الخطوبة تكون ناجحة هتلاقي ان احنا قلنا ان الخطوبة تكون ناجحة لما يكون فيه ثقة متبادلة من الطرفين ما ازنش بعد ما فقدت الثقة فيهم ما ازنش ان الخطوبة هتكون احسن ان هي تكتمل الا ازا حصل تغير ايه التغير اللي حصل انت لقيت قلبك اتشال منه هذا الموقف وتشالت منه هذه المسألة ورجعت لنفسك فلقيت ان البنت فيها صفات جميلة جدا 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 وان انت عندك قبول لكن انت على الحال اللي انت بتقوله لا لو استمريت ما ازنش ان هيبقى مناسب ان انت تكمل الخطوبة لكن انت بتسألني لو بتسألني على موقف ان فيه حد طلب 3000 جنيه وموبايل موبايل ده الموبايل ده تلاولي البنت وهم بيعتبروا ده جزء من اللي احنا بنتكلم عنه جزء من الشبكة او جزء من الهدية للبنت او ممكن حد يطلب ده يعني الطلبات التي تتعلق بالجوانب المالية ممكن حد يطلب ده لكن الرقم ده والطلب ده هل بيدل اذا كان ده للبنت هل ده بيدل على ايه معرفش لازم الاول نشوف تفاصيل لكن بمجرد ما هم طلبوا منك طلبات اعتبرت ان ده نوع من انواع التجارة في البنت انا مش موافق على ده لكن انا بقولك ليه ما نكملش عشان اللي في قلبك دلوقتي واللي في ذهنك واللي في وجدانك دلوقتي من جهة المخطوبة وفسرتها واضح الكلام ده واضح الكلام ده